المترجم للقناة 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 من أجل المترجم للقناة 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 شكرا المترجم للقناة 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 من30 من 30 يش buenقناة اشتركوا في القناة 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 so he gave his life to serve them for those driven away اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 ويساعد لتجمع الناس بنيوت أباكرين ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر شكرا بسم الله والابن والروح الكدس الإله الواحد أمين اعتدنا أيها الأحباء بنعمة المسيح أن نحتفل بتسكار نياحة القديس العظيم البابا كيرلوس السادس البطريارك المائة والسادس عشر من بطاركة الكرازة المرقصية للعام السادس والعشرون على التوالي نشكر الله الذي أعطانا هذه الفرحة الكبيرة كيما نعيد بهذا العيد من فضلكم أنا سامع الصوت لو سمحتوا لو سمحتوا نحن نفرح ونتهلل يا أحبائي حينما نحتفل بهذه الزكرة المجيدة العطرة لهذا البابا البطريارك الذي خدم الكنيسة سنوات كثيرة سواء في رهبنته أو تكريسه أو توحده أو بطرياركته بطرياركيته أو فيما بعد أيضا بعد نياحته وإلى الآن وإلى مجيء المسيح الثاني لأننا نؤمن أن القديسين قوتهم وصلواتهم وشفاعتهم تزداد يوم وريوم وهم يشفعون فينا أمام العرش الإلهي باستمرار ويشجعون في الحياة الروحية لكيما نكمل مثلهم ونصل إلى الميناء سالمين ونحن يا أحبائي نحتفل بهذه الزكرة العطرة تحت رعاية قدسة البابا المعظم الأنبة ودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبة مينا وبحضور الأباء الأجلاء أتسبونا أنطنيوس بائي وأتسبونا أنطنيوس زكري بنفرح ونتهلل بوجود الأباء معانا ووجودكم جميعا وفي هذه الليلة يا أحبائي نختتم النهضة الروحية التي امتدت ثلاثة أيام بحضور أبونا الحبيب أبونا أنطنيوس بائي وأبونا أنطنيوس بائي غني عن التعريف لكن يشرفني أن أقدمه إليكم فهو من أسرة مباركة أسرة أنجبت كهنوت ورئاسة كهنوت فهو ابن عم قدسة البابا طو دروس الثاني وابن المتنيح القمص أنطنيوس بائي اللي أبونا حمل اسمه في كهنوته أبونا أنطنيوس بائي اللي احنا نذكر له خدمته القوية النارية في أمريكا رغم أن هي كانت خمسين يوم فقط ولكن شعبه يشهد لمحبته لله وقاله احنا بعد ما تنيح قاله احنا عرفنا المسيح على أدية ربنا ينيح نفسه ويبارك في كهنوت أبونا وصحته وحياته لتمتد السنين كثيرة وعم أبونا أنطنيوس يبقى أبونا يحنا بائي في كنيسة ماري مرقس كيلوباترة مصر الجديدة يمكن معظمكم يعرفوا رجل التقي البركة وغيرهم فالأسرة بتاعته مليانة احنا بنشكره على محبته وتعبه معانا ومجيئه لمسافة طويلة من سان فرانسيسكو حتى يفرحنا بكلمات النعمة على فمه احنا يوم الأربع كان بداية النهضة أبونا كلمنا عن حياة الأمانة وعايزكم تفتحوا قلبكم بقى وتفتحوا ذهنكم كويس لأن أبونا حيسمع لكم نظامه كده حيسمع لكم وحدة وحدة فلازم تخرجوا في الآخر حفظين العزة كويس حياة الأمانة وتاني يوم عن حياة الشكر والنهاردة ان شاء الله بنعمة ربنا يكلمنا عن حياة الفرح رسالة حلوة ربنا بعتهنة على فم أبونا بنطلب من الروح الكدس أنه يرافق الكلمة ويعطي أذان صاغية وقلوب وعية لكل نفس مننا حتى نعمل بما نسمع وننفذ ما يقوله الروح للكنائس شكراً يابونا على محبتك ووجودك معنا وكل سنة وقودسك طيب شكراً يابونا أنطونيوس ذكري على محبتك ووجودك معنا بسم الله بسم الله والإبن والروح الكدس إلهين واحد أمين تحلى نعمته ورحمته وبركتما الآن وكل قوان وإلى ظهر الدور كلها أمين في البداية بهن حضراتكم طبعاً على رأس الكنيسة قدس أبونا المحبوب أبونا متياس ودعوته الكريم أن أخذ بركة هذه النهضة هنا أكون بعيد الكديس العظيم البابا كيرلوس السادس في كنسته ومارمينة والبابا كيرلوس في هاملتون وأنا شايف أعرف ناس جم من كناس تانية يعني شايفهم كده وأنا بلف في الدورة فدي حاجة كويسة والتقليد حل أننا نتنقل في أعياد الإدسين نحتفل في سان كاثرين بأبو سيفين نحتفل هنا بالبابا كيرلوس مارمينة وهكذا وأشكر محبة أبونا متياس على المقدمة اللي عملها ما استهلهاش بس بطلب صلوات الآباء أبونا أنتونيوس أبونا متياس لكي ما يعطي رب الكلمة عند فتاح الفم أبونا قال أنا حسمع لكم الحقيقة متو كلكم ما كنتش موجودين من بارح ولا أول فحن يعني حنسكيب المحطين اللي فاتوا دول لكن نشوف النهاردة حناخد مع بعض تحبوا نسمع الناس اللي كانوا حاضرين خليها كده بيني وبينكم بما أننا النهاردة بنحتفل بعيد الكديس العظيم بابا كيرلوس ومع النهضة الجميلة والشعب الحاضر ده كله الكل واقف فرحان وبيسبح عشان كده أنا أخترت أنا أختم النهضة بحياة الفرح أو الفرح في حياتنا أقول لكم على حاجة أبونا ابتدي الشعب المصري كثير النكت حتى في وقت الديئة والأتعاب والضغط النفسي في مصر لقى تطلع النكت كده لطيفة والحقيقة حاجة كويسة يعني واحد الناس بيطلعوا الجواهم في صورة نكتة لكن برضو إلى حد كبير يعني بيتأثروا بالأحداث ويتلاقيهم كده دايما يعني عليهم مجوم أو يعني سكتين كده ومكشرين في حين أن الشعب الكندي الكندي والأمريكي الأمريكي يتلاقيهم دايما مبتسمين أديكم مثال بسيط قوي ربنا يحفظنا جميعا لو أنت عارفة وأنت عارف واحد جاء له مرض صعب زي الكنسر من الشعوب التي هي التي نعيش في وسطهم أنا حاسس أن عيد القيامة أقرب قليلا حاسس بك حاسس مع تحسين زي قبل التمثيل أقرب أقرب مرض أقرب مرض أقرب مرض مرض اللي أكنه مجلوش يعني يعني تعب قبل كده خالص. الحقيقة الحاجات دي بتخليني أفكر أتكلم معاك في موضوع الفرح. وموضوع الفرح دوت بيبان على وجهنا. من مما في داخلنا يعني إيه. الأنبى أنطنيوس أب الرهبان. بالرغم أن هو كان عايش في الصحراء وعارفين المناظر في الصحراء يعني الأباء لما يكونوا عايشين في الصحراء إلى حد كبير. مفهول ما 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 تحركش كتير عشان الكاميرا ولا هما بيحركوا معي التالي. الأباء في الصحراء تلاقيهم كده يعني اللي هما عايشين عايشت الصحراء ليه وكده وشوهم من من النسكيات يعني مش قصديم. لكن يحكي عن الأنبى أنطنيوس أن كان دائما يجتمع بأولاده الرهبان يكلمهم في الحياة الرهبانية ويسألوه ويجاوب وهكذا. فواحد من اللي كانوا موجودين من الرهبان يدخل كل محاضرة وما يتسألش مرة التانية التالتة الأنبى أنطنيوس قال له حبيبي تعالى هنا أنت ليه ما بتسألنيش زي بقيت إخواتك. قال له لإني يكفين النظر إلى وجهك وابتسامتك يا أبي فأتعلم. ده عايش في الصحراء لكن وشه مريح بشوش لأن الفرح اللي عنده فرح من جوه. لو ما كانش الفرح حاجة مهمة ما كانش الكنيسة أو الوحي الإلهي أفرد رسالة وهي رسالة معلمنا بوليس الرسول إلى فليبي كلها بتتكلم على الفرح. سميها رسالة الفرح يريدكوا تقولوها كلها مش كبيرة يعني وفي الرسالة دي فيها الآية الجميلة إفرحوا كل حين وأقول أيضا إيه إفرحوا في لبي أربعة أربعة والشاهد بتاعها سهل في لبي أربعة أربعة يعني صحة أربعة عدد أربعة. والغريب في الموضوع أن معلمنا بوليس الرسول كتب الرسالة دية هو في السجن يعني نقدر نقول كده معادلة بسيطة رسالة الفرح من داخل السجن. حاجة غريبة إيه هي الدينة مش مأثرها فيك يا معلمنا لا 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 طب الدنيا اللي حواليك القيود والناس اللي حواليك ومعاملات والمعاشرات مع السجن والسجنين لا 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 ما تأثرش معي ده أنا هكتب لكم أجمل كلمات الفرح شوال بيكتب طبعا وحي إلهي هعمل لكم زي مر وحي إلهي بالديني لأن أنا فرحان من جوه إفرحوا كل حين وأقول أيضا إفرحوا. لو ما كانش موضوع الفرح مهم جدا في الكنيسة ما كانش عندنا شفيع ملاك جميل اسمه مسلمين مفرحة القلوب اسمه إيه بقى ملاك رفائي قويس أنتوا عارفين الفرح ده حاجة مهمة في الكنيسة بتاعت أو في مسيحيتنا الفرح. الفرح عشان كده أحبائي لو هنتكلم على الفرح هكلمك بسرعة عن الفرح نوعين من الفرح. نحفظ مع بعض الفرح الأولاني بنسميه فرح ناقص فرح خاطئ فرح مؤقت فرح خارجي. ده النوع الأولين لو عايزين نعمل بالمعادلات هنقول كلمة فرح نفتح كوس ناقص خاطئ مؤقت خارجي. نرم مع بعض الفرح الأولاني فرح ناقص خاطئ مؤقت خارجي حلو قوي طب الفرح بقى الثاني نوع الثاني نعكس بقى فرح نبينكم سينها كاب برافو عليك بلا أنتم شاطرين. كده نجحتوا في الاختبار الأولاني كامل دائم برافو داخلي بدل خارجي ماشي. مستمر برافو فلو حبينا نحط كلمة قدام كلمة قلنا على الفرح الأولاني أنه فرح ناقص يبقى الفرح الحلو أو اللي إحنا عايزين نتكلم عنه فرح كامل. النوع الأولاني اللي هو الفرح الخاطئ ده سيبقى فرح حقيقي. النوع الأولاني فرح مؤقت ده سيبقى فرح دائم. وآخر حاجة خارجي اللي إحنا بنتكلم عنه الفرح الايه الداخلي. بعض الأباء يسموه فرح مزيف وفرح حقيقي. يعني دي مسميات كتير. تعالوا نشوف مع بعض. من الكتاب المقدس أفراح خاطئة. وهو كتاب مقدس من حلوته ومن ثبات الكلمة إن إحنا مغيرناش في حاجة إنه بيحمل كل حاجة الصح والغلط. يعني بيذكر كل الحقائق أقصد كده. فمثلا في الكتاب المقدس في الغني الغبي مثال. مثال الغني الغبي اللي مذكور في لقى إتناشر. هذا الإنسان افتقر إن مصدر فرحه ما يمتلكه. زي ما كثير مننا بنفتكر كده عندنا حاجات كتيرة تفرحنا. بس عايز أقول لكم إنكم حاجة مهمة أغنى أغنياء العالم ماتوا عندهم كآب. مش كده ولا إيه؟ ويمكن أفقر فقراء العالم ماتوا هما مبسوطين وفرحانين. هذا الإنسان فكر قال أنا عندي حاجات كتيرة قوي أقول لنفسي يا نفسي لك خيرات كثيرة. موضوع لسنين كثيرة. يعني خيرات كثيرة تكفيني سنين كثيرة. استريحي وكلي واشربي وفي الآخر إفراحي. هو بيكلم نفسه. شوفوا التعبيرات استريحي. عندي حاجات كتير وكلي واشربي وفراحي. يفتقى أن الفرح عشان عنده خيرات كثيرة. لكن في هذه الليلة حسب مجاله تأخذ نفسك منك. فهذه التي قعدتها لمن تكون. لا أنت حصلت على الراحة والفرح في الأرض ولا الراحة والفرح في السماء. البعض بيفرح بالفلوس. ده فرح زائف. مؤقت. طب لو ربنا ادينا نشكر ربنا عليه. بس بقاش هو ده التارجد بتاعنا. بقاش هو ده هدفنا. بقاش هو ده اللي أنا عايزة أوصل له الجول بتاعي. لأنه يبقى عندي فلوسه بس. لما ربنا يدينا فلوسه دي حاجة كويسة مش وحشة. حتى في المثل بتاع الأغنياء. لما قال مرور جمل من ثقب إبرة. أيصر من دخول غني إلى ملكوت الله. قالوا له الله لا لا يعني الأغنية مش هيدخله. قال لهم لا أنت فهمتوني غلط. أيصر من دخول غني متكل على إيه. هذا اللي إحنا مش عايزنا. متكل على ماله. لكن لو ربنا وين ندي الواحد إنسان يعني أموال كتيرة وماله. هقول لكم الفرق. مرة من مرات وأنا لسه كنت في مصر بخدم شفت برنامج لأحد الخدام الحلوين قوي في الكنيسة وتنيح دلوقتي برنامج على القناة الأولى المصري. المزيعة بتقول لي يا فلان. هو حضرتك. يعني غني قوي. إيه سر الغنى بتاعك. طبعا المزيعة مش مسيحي. هو لها سر الغنى بتاعي إن ربنا بيديني بيديني كتير. وأنا قلت له كفاية. طب إيه السبب برضو. قال لها عندنا في الكنيسة حاجة اسمها العشور. فأنا ابتديت الأول بالعشور. لما ربنا كفئني وديني أكتر ابتدي ده قدي عشرين في المية. تلاتين في المية. وبقيت قولي ربنا كفاية يا رب أنا عندي فلوس كتير كفاية. شوفوا قدي إيه. هذا الإنسان الله أعطاله بس عشان يفرح مين. اللي محتاجين. يفرح الكنيسة سواء كان في سورة محتاجين أو كنيسة محتاجة أو طفر. فاهمين فكرة الناس الأغنية نعمل فيهم إيه. اللي اتكل على أمواله برا. أديكم مثال بقى اللي اتكل على أمواله. دي قصة حقيقية. واحد من الأباء حكى أهلنا. قال كان في واحدة ما تجيش كيسة خالص. في إحدى مناطق القاهرة يعني. فأبونا ده كان مرسوم جديد. ويبعين سأل الأباء. قالوا له اللي قبله يعني. هو عندنا في الكشف واحدة اسمها فلانة. هي فلانة دي ايه؟ قال لي ست سيدة أعمال بقى ورحنا لها كتير وكبنا لها كتير مفيش فايدة مش عايزتي كنيسة. فأبونا ده قال أروح أجرب. أهو باب نفتحه. أبونا راح خبط الباب. البنت اللي شغالة فتحت. طبعا عندنا في مصر أو أنتم جديد كلكم جئين من مصر طبعا مش كده. ما فيش حاجة اسمها أبونا هياخد مواعيد ونأجل المعاد وأبونا يأجل المعاد ما فيش كده. همندخل عمارة نخبط اللي موجود نقعد معاه. ما مرش عليكم أباك كده. تهزوا راسكوا أوه لا. نحن كنا كده في مصر. فأبونا راح خبط الباب. فقول أنا موجودة أه موجودة مين حضرتك أبونا بتاع كيسة اللي جنبها. واقف مستني. فقالت له دخل قالت للبنت دخلي. طلعت له. قالت له نعم. قال لها الحقيقة أنا كاهن الكنيسة ومرسوم بقالي فتة صغيرة. حقيقة من حمل تشوف حضرتك. وتيجي كده الكنيسة. قالت له أجي الكنيسة ليه. قال لها تيجي وتفرح بربنا. قالت له وأنا مالي ومن ربنا. أبونا يا عينة لبخ يعني أبو كان هيزها شكله حقيقي يعني يمشي من كهنود خالص. فقال لها الكنيسة مفتوحة عشان كلنا نتعلق بالكنيسة ونتعلق بالأسرار. وقعد بيحكي لها كده. قالت له بقول لك بس من الآخر كده. خلي بالكم الكلام اللي حوله. أنا مش محتاجة ربنا في حاجة. فرحبونا بصلها كده بقى بستعجاب. قالت له أنا عندي ثلاث حاجات مش محتاجة ربنا خالص فيهم. قال لها إيه قالت له عيني. وحيلي وجيبي. فاهمين حاجة. عيني بشوف بيها. وحيلي صحتي وجيبي. ستغني بقى رسية أعمال يعني. خبالكم الفرق بين الاتنين. الإنسان اللي هو يقدر يفرح. ويفرح الآخرين. فرح حقيقي. والفرح بتاع الأخت ديت المتكلة على أموالها. أبونا الحقيقة برجل حتى يمكن نسي يصلي. قال لها طيب ربنا معاك ونزل. ما فاتش أبونا يزهر كان واصل لربنا يعني. ما فاتش بتاعتها تربع شهور. قالوا له قالوا له إلحق يا أبونا. الست اللي انت زرتها من تاعت أربع شهور. جالها مرض صعب جدا 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 في عينها. ما بيجيش لحد. صرفت كل اللي عندها خانت لها تربع شهور اللي فاتت الدول بس. كل اللي عندها. لما لقيت نفسها لقدرت شوف. وصرفت كل فلوسها صحتها همدت. وبقت زي الورقة كده قاعدة ينقلوها من حتة لحتة وراحت صحتها. هذه الثلاث حاجات في مثال حي وقعي قصة حقيقية حصلت. ايه الفرح اللي انت فيه. ليش هي. فرح زائف. فرح مؤقت معي فلوس ومعي صحة. في ناس يفرحوا بالفلوس في ناس يفرحوا بالصحة. يقول لك ده أنا بلعب رياضة وبعمل. أفرح زائفة كلها. ودليل على كده سليمان الحكيم. لما جه في سفر الأمثال يقول بنيته لنفس بيوتا في سفر الجامعة. وغرست لنفسي قروما عملت لنفسي جنات وفراديس. اتخذت لنفسي مغنيين ومغنيات. وتنعمات بني البشر. وبعين في الآخر عديوا حاجات كثيرة قوي. وما اشتهته عيناي لم أمسكه عنهما. يعني أي حاجة اللي هو بنسميها بقى إيه فرح الشهوة. يبقى عندنا فرح مال. فرح صحة. فرح شهوة. بس هو اللي قال كده. وما اشتهته عيناي لم أمسكه عنهما. وبعدين خلاص اختبارك يوقف على كده. يقول لا. ده يكمل يقول ايه. لم أمنع قلبي من كل فرح. ده هو لسه بيبص على الشهوة. لأن قلبي فرح بكل تعبي. ثم التفتت أنا إلى كل أعمالي التي عملتها يداي. خلي بالكم الكلام. أعمالي يعني منعتقد على نفسه. اللي عملتها إداية مش عملتها إداي ربنا في حياتي. وإلى التعب الذي تعبته يداي يعني في عمله. كل ده لنفسه. خلاص بقى فرحت شوية. قال لك فإذا الكل إيه باطل وقبض الريح. ولا منفع تحت الشمس. أحبائي اوعي تكون الفرح بتاعكم فرح مؤقت. فرح زائف. فرح يعني تحسوا في كده أن انتم. وحاجات تتميل الشهوة والمال وما إلى ذلك لا. وعندنا أمثلة كتيرة بس عشان الوقت بتاعنا مش عايز أدخل في أمثلة كتير. ناخد مثل من العهد الجديد وهو مثل الإبن الضال. كان فاكر أن فرحه في الميراث أو في الفلوس اللي هيخدها من الميراث. وكان فاكر أن فرحه في أصدقاؤه. بعد شوية فلوسه خلصت. تبخرت فرح مؤقت. وأصدقاؤه لما لقوا الفلوس اللي هو ما اخترش أصدقاؤه صح. بعدوا عنه لا دنافع ولا دنافع. اعتمد على حاجات أرضية أكثر من الحاجات السماوية. في ناس بتفرح بالشرب مثلا. طب بتفرح قدي قل لك بس ساعة ما بنشرب فرح مؤقت. مش هيدخل لك السماء. شوفوا كل حاجات دي نحطها تحت فلسفة واحدة. بنقولها دايما لنأكل ونشرب لأننا غدا نموت. دي دا أمثلة بسيطة للفرح الزائف المؤقت الخاطئ. ادلوا بقى كل التعبيرات اللي احنا قلنا عليها في الأول. طيب تعالوا نشوف مع بعض. هناخد ايه هو الفرح اللي احنا نفسنا نعيشه. في نفس الوقت هناخد تدريبات نختم بها كلامنا. الانسان المسيحي يفرح واحد بخلاصه يعني بخلاصه. كم واحد فينا فرحان إن المسيح جه وقدم الخلاص على الصليب على شاني. عشان كل واحد فينا. كم واحد فكر في الحكاية دا. قليل نفرح كل أفرح العالم اللي بتنتهي. لكن دا فرح الخلاص دا فرح كامل بواسطني للأبدية. مش فرح مؤقت لإني بصيت على الصليب. كل يوم ببص على الصليب أقول له أشكرك يا رب لإنك أنت إيه قدمت لي الخلاص على الصليب لي أنا. لو الإنسان فينا فرح بالخلاص. حيفكر باستمرار في الأبدية ما بعد الخلاص على الصليب. لأن الحقيقة فترة ما قبل الخلاص كان الإنسان بعيد جدا عن ربنا. ربنا قرب لينا من خلال الصليب. أدي أول نوع من أنواع الفرح فرح الخلاص. وخلي بالكم أبقنا الإدسين زي من نحتف البابا كيرولوس كان دايماً قدامه الصليب. أبونا بشوي كامل. اللي هو عيده يعني واحد وعشرين مارس كان قدامه الصليب كان قدامه الخاص في دايماً فرحة. حتى لما جات له تجربة المرض كان بصص على الصليب وفرحة. هو أول من أطلق تعبير أنه مرض الملكوت. مش كده؟ ليه؟ ده أنت عندك مرض كان لسه طالع جديد يعني أنا عرفه في مصر. لأن أنا فرحان أنت سيدخلني. أنت عينك فين أنا عيني على الصليب. عيني على الخلاص. عيني على الأبدية. فسميته مرض الملكوت. هو ده اللي قال عنه المسيح أراكم فتفرح كلبكم. ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم. شايف المسيح الصليب؟ ففرح الصليب. وهو دوت. اللي أبعنا الشهداء والإدسين بيقدموا حياتهم. يعني مثلا بجانب الأفراح الخاطئة ديت. لو بصنا على كل الشهداء اللي رايحين ميدين الاستشهاد. كثير منهم كان مبتسم وفرحان. وفي ابتسمته جذبك ناس كثيرين. تلاقيوا كده في القصة يقولك ناس كتير قوي شافوا هذا الإنسان هو مبسوط وفرحان. هو مبسوط على إيه قال لهم أنا رايح للمسيح. إن مسيح ده ده على الصليب. هذا الإله القوي يخليك وقت العذبات فرحان ومبتسم. واتجذبنا للمسيح أو للصليب بابتسمتك ده إله قوي. إله الخلاص. في حين إن اللي بيعذبه قاعدين متألمين يعني ما عندهمش سعادة داخلية. اللي عايز أقوله أن الصليب وخلاص الإنسان ده سمصدر من مهم مصادر الفرح في حياتي. وده الفرح المسيحي الحقيقي. طب أفرح العالم نقصة. افرح. ربنا بديهالك عشان تمجد اسم ربنا. خلي بالك كل أفرح العالم ربنا بديهالنا عشان نمجد اسمه. عشان نفرح الفرح العادي. يعني مثلا ربنا مثلا بيسمح بجواز حد مثلا. أول يوم في الكليل وبقتين يوم فرحانين والشهر الأولاني. بعد كده كل واحد بينزل الشغل وبهمهم ومش كده نجيب طفل بيحصل إيه. يحصل إيه فيما يجيب الطفل فرحانين وكل جاي هني ومبسوط وسبوع ومش عارف إيه وصلاة تشته. حاجات كثيرة والناس فرحان. وبعد شوية الولد سخن. الولد راح المستشفى. الواحد يشوف على تبدد الفرح فيه فرح. ربنا ادلنا الطفل عشان نمجد اسمه وعشان نطلعه مغروس في الكنيسة. مش مش غلط. عطية ربنا حلوة لكن احنا يمكن اللي بنفرح أفرحنا بطريقة خاطئة. حطه قدام عينك واحد فرح الخلاص. اتنين فرح التوبة. لو واحد دخل يقعد مع ابونا وتاب توبة حقيقية. هو طالع من عند ابونا كده بيحس بفرحة غريبة شال حجر من على قلبه. بس لما يتوب توبة حقيقية بقول كل حاجة ويقولها هو متضع هو ندمان وهو مسر انه مش هيعمل الخاطئة دي تاني. وتزداد فرحته بالتناول واحد اعترف النهاردة وراح تناول البكرة على طول. وباعتراف صادق تقول كده هتطلع فرحان. كان زمان في مصر جدودنا واحنا منتناول يقول لأنستك النعمة يعني افرح بالنعمة أنستك يعني أنساك يعني معاك النعمة. ده تعبير دارج يعني مش الكهنة اللي كانوا بيقولوه. الفرح بالتوبة هو فرح تلاقوه في إنجيل معلمنا اللي هو إصحاح 15. الانجيل يذكروا بالتفصيل في ثلاث امثال مثل الدرهم المفقود ومثل الابن الضال ومثل تات ايه الخروف الضال. تلاتة دول في اصحاح واحد لوقة 15. ومال الآية اللي جات في اللي قالها بوليس الرسول افرحه كل حين جات فين في لبي ايه برافو عليكم لأ أنتم شاطرين خالص. قدسك هتوزع عليهم طبعا هدايا في آخر. مش عشان بابا كورولوس عشان بيجاوبوا كويس. دي موجودة في لوقة 15. هتلاقوا تلات أمثال من أجمل الأمثال اللي تفارق المفرح. واللي تخص التوبة والتوبة المفرح. الابن الضال الخروف الضال الدرهم المفقود. هاخد منهم انت عفين تنين بس هاخد درهم المفقود. درهم المفقود واحدة. فقدت درهم واحد يعني نقدم مثلا درهم عفش بكام يعني دولار ولا حاجة نقول مثلا دولار. وهي عندها حاجات كتيرة. راحت مولعة النور متاع البيت. نضع منها في البيت يعني. وقعد تكنس البيت كله. شوفوا استهليكة نور بقديه. وعشان تدور على الدرهم الواحد المفقود. ولقيته خلاص بقى. قد في النور ونامي. مش لقيت الدرهم. ما كانش ساعتها في القديس ونس طبعا في الفترة دي يعني. كان يجيبها لها على طول. لكن. قد في النور بقى وفار يعني. يقول لك لا. المثل يقول لك إيه. عزمة كل الجيران. عملت عزومة على كده يعني على طول. وإيه في إيه يعني. فلوس كده دفعت كم في العزومة دي. ده درهم. يعني دولار ضاع يعني. تقومي تدفعي كهرباء خمسين دولار عشان تدور على الدولار. وبعدين تدفعي كمان فلوس عشان تعمل عزومة عزومة كبيرة. مش كده. لأنها كان مهمة عندها الدرهم ده. بيرمز إلى الإنسان اللي بيضيع. لأ حاجيبه. حاجيبه. زيه زي الإبن الضال اللي رجع. وزي زي القروف الضال اللي هو التوبته الواحد أفضل من تسعة وتسعين بار. مش كده. ده فرح بالتوبة. مش إحنا نفرح للآخرين بتوبتهم. لا إحنا نفرح بتوبتنا إحنا. بقى في فرح من جواي. وشان كده دعوة ليكو حينما نحتفل بأعياد الإدسين أو أعياد الكنيسة كلها خلي بالك. لازم تعمل زيهم في حياة توبة. التوبة المفرحة في النهاية. ده نوع تاني من أنواع الإيه؟ الفرح في حياتنا. الفرح الأولين يسميناه فرح إيه؟ الخلاص. والفرح التاني فرح التوبة. الاتنين دول أفرح من جوايا. محدش ياخد باله منها. التوبة مش بتروحوا أنتوا تقولوا إحنا توبنا بقى وتقولوا للناس إحنا توبنا بقينا حلوين. ما هتفعل من كده وفرح الخلاص ده بينك وبين ربنا بصص على الصليب وفرحان إن إلهنا قرب لينا وجه لأردنا واحتضننا وقال لنا أدي الخلاص لحسن كنتوا حضيعوا في طريق آخر. طيب ده الأفرح الاتنين دول فرح من جوايا. فدها نوعين بسرعة ناخدهم عن أفرح تظهر برا. الفرح الثالث هو فرح الخدمة. ونسميه في الكنيسة فرح التخلي عن الأنانية. نسميه كده التخلي عن الأنا والذات. حينما يضع الله لك أو يعطي الله ليك مواهب. مش بديها لك عشان تبقى بتاعتك بس. بديها لك عشان تخدم بها الأخرين. عشان تتعب وتجيب الأخرين. فرح الخدمة ده فرح حلو. لو عندنا خدام مدارس أحد أبونا ضغط عليهم شو قال لهم لازم تنزلوا افتقاد. لازم تنزلوا افتقاد. طيب وبعدين نزلنا ولقينا ولد أو بنت منهم يعني ما كانش عايز يجي الكنيسة خالص. لمجرد إن الخادم قاعد معاه شوية في افتقاده أدي فرح خدمة. الولد جه وفرح ومتعلق بالكنيسة وبعد كده شماس حلوة أو خدمة حلوة. يا ما كثير من الخدام والكهنة والأسقفة كانوا في فترات معينة شوية بعيدة عن الكنيسة بدعوة بافتقاد وبتعب المحبين جابوه. ولما دخلوا فرحوا لأنهم خدموا. المرح أبونا متياس هو قال لي قصة هو مش عارف أنا حقولها يعني دلوقتي. قال لي قصة كده بالليل واحنا بندردش مع بعض شوية بيقول لي إن في واحد من الأباء الكهنة كان رايح نهضة. مدعو في نهضة في مصر. وبعدين أبونا اللي كان دعيه كان جوحش قوي والدنيا صعبة جدا. والناس مش حتيجي تصلوا بأبونا صاحبك أو يعني خدم الكنيسة احنا مش جايين مش جايين مش جايين. فأبونا راح مكلم أبونا الضيف ده قال له بقول لك يا أبونا إحنا حنلغي النهار ده بقى إيه النهضة جوحش. والناس مش هتقدر تيجي. فقال له فقال إيه لأنا فضلي خمس دقيقة أوصل الكنيسة. قالوا من أقول لك ما فيش حد حيجي. أنا نفسي مش جاي. أبونا الكهن يعني. قالوا طب معلش أنا حدخل الكنيسة أصلي عشية ولا أعمل كده يعني خلاص يعني حتى أخذ بركة العشية. لأنا خلاص قربت أدخل. وهو داخل الكيسة طبعا عارفين كناسنا في مصر ما بتتقفلش بقى بألارم وش عارفين نظام اللي هنا دوت مفتوحة بقى فيه فراشين وشمعوا عارفين نظام الجميل بتاع مصر ده. فالفراش فتح الكنيسة فيش حد جوا الكنيسة واحد ماشي في الشارع لمح كاهن داخل فرح داخل وراه. فأبونا لقى واحد حضر. قال ليسو نماس قسي قسي قسو رح عامل عشية. وبعد العشية بقى ابونا بقى محضر بقى يعني كاتب بقى محضر. فقال لي أنا أنا واحد ربنا يشتغل. أعادوا قدامه وأعاد يديله في المحاضرة. في الواحده بقى. ويتكلم أكل ويتكلم الشعب بقى. ولا لازم نعمل ولا مش عارف إيه. في النهاية إيه اللي حصل خلص من هنا. والأمين اللي ليه وسلم عليه. وقال له يا ابونا أنت أنقصتني النهاردة. قال له ليه حبيبي. قال له وعظة اللي أنت قلتها ديت لي أنا. قال له ازاي أنا كنت رايحة انتحر النهاردة. دي قاست من حياتي. فرح الخدمة. إوعاك تفتكر أن أنت ما تخدمش في السندي سكول ولا حاجة تبقى مش خادم لا. أنا عندي تعبير يحللولي إن أباء عليه. معلش يعني تعبير بقوله وربنا يا بقى يسمحني عنه. أقل أقل خدمة. من وجهة نظري في الكنيسة هي خدمة مدرس الأحد. قال له ليه بقى صعبة الحكاية دي. بس الناس كلها عندنا في أمريكا يحب يدخلوا يعدوا يدخل دمع شبه في سندي سكول. بلاش تبقى أقل خدمة هنقول عليها أخطر خدمة. وإيه كمان خدمة الكلمة أخطر خدمة. لأن أنا ما بتكلم ربنا حيحسبني مضاعف على كلامي. أنت بتقول للناس وأنت ما بتعملش تعالي هنا. ونفس الحكاية خدام مدرس الأحد اللي بيحضروا الدرس هم على الباب من الإيه من الآيباد كده بسرعة. أو على الباب الكنيسة أو موضوع عن إين قط ببص كده أدخل عمل سرش وخلاص. لا. هتتحاسب على كده. في حين يا أحبائي في كثير من الخدمات في الكنيسة تحط ديكو في جيوبكو. وتقول ربنا أنا عايز مكفئتي ديوقتي حالة. وهي دي اللي مذكورة في الإيه في الإنجيل. اللي هي إيه. جعت فأطعمتموني. عطشت فسقيتموني. كنت مريضا فزورتموني. كنت عريانا فكسوتموني. كنت مزجون وحكاسا. خدمات كتيرة. أنا متخيل لو في جروب ينزل السينيورز يزوروهم في البيت واتمنوا عليهم يجبوهم طلباتهم يعمل. وهو طالع من على الباب عند الأخ ده على الباب بيته. ربنا عملت الخدمة أنا عايز مكفئتي. أنت قلتها في الإنجيل. مش كده ولا إيه. ومش هنتحاسب عليها. ما قلتش كلمة. ما علمتش. خدمة التعليم نتحاسب عليها كتير. لكن الخدمات دي تخدوا بركتها. وحتفرح. لما تعمل خدمة زي كده هتفرح. هو ده الفرح الحقيقي. هو ده إنك تزور واحد تعبان. طبعا من خلال الكنيسة أقصد يعني من خلال أبونا أو من خلال الخدام. عشان تبقى الحاجة منظمة. عشان كده تقلع المسيح في فرح الخدمة. من أجل السرور. الفرح يعني الموضوع أمامه. احتمل الصليب مستهينة بالخيزي. المسيح في الصليب احتمل عشان خطرنا. عشان خدمتنا. عشان خلاصنا. من أجل السرور الموضوع أمامه اللي هو إحنا. فرحان بينا. وإحنا أحياء ما نفرحهوش. من أجل السرور الموضوع أمامه. احتمل الصليب ليه ألام الخدمة مستهينا بالخزي ليه يا رب عشان أفرح بخلاص الشعب ده كله بوليس الرسول خد منها الحكاية دي وقال لك أقل دي السيد بتاعي فقال ايه أفرح في ألامي لأجلكم في كلوسي واحد أفرح في ألامي ليه ألام الخدمة لأجلكم ده اللي بتسميع عطول فرح الخدمة انت مدعو النهاردة كل واحد فينا يفكر في حاجة أرجوكوا بطلوا كلام أرجوكوا بطلوا انتقاد أرجوكوا بطلوا انتوا دخولوا على الفيسبوك وتدعوا وقتكوا عليه هناك خدمات كثيرة تحتاجها الكنيسة بيها انت تفرح وتفرح قلب ربنا ما تضيعش وقتك بقى في الحاجات اللي ملهاش لازمة اللي في الآخر مش هت مش هتفيد معاك حاجة حيونا كم نعمل أنواع الفرح واحد لا أنا عايز الكل يقول هو الحلم ابتدأ بيناموا باتنموا بادري هنا أنا عارف واحد خلاص اتنين التوبة تلاتة الخدمة رابع حاجة فرح التسبيح عشان بابا كيرل لس بتاعنا حبيبنا النهاردة يحب التسبيح يحب الصلاة تخيالوا النهاردة كده نقعد جوا في الهيكل عمالة فكر اقول ايه كلنا فرحين كنت فرحان قوي الناس كلها بتقول التمجيد مع بعضها تسبيح حاجة حلو ناس بتقولوا بفرح فرحانة تقول المديحة كده بابا كيرلوس هي فرحانة بيه تخيلوا مشاعر اباءنا اللي سبقونا مش حقول الملايكة والرأساء الملايكة اباءنا اللي سبقونا يعني بابا وماما وتيتا وجده فوق بيعملوا ايه لبابا كيرلوس النهار تسبيح وفرح التسبيح على الارض هو خطوة مهمة لفرح التسبيح السماوي لو ما تعلمناش نسبح هنا على الارض نقول تمجيد ومدايح بعرب انجليزي ابتي كل حاجة مش هنتعلم نقول حاجة فوق ربنا اقولك انت مش مؤهل تدخل عندي يا حبيبي انت ما قلت عمك ما قلت بتصلي ولا تسبح تبا حقدك عمل ايه فوق مش كده ولا ايه نتعلم تاخد وقته مجهود تتعلم تاخد وقته مجهود نهضات زي كده احضروا عشيات احضروا تسبحها بالليل احضروا فرح كل ده مرتبط في الاخر بفرح الابدية بابا كيرلوس كان يصلي كل يوم قداس وكان يفاجئ الكنايس يروح لهم ويبتدي القداس فرحان خلص القداس ويطلع متهلل مبسوط سبح ربنا دول اربع انواع من الفرح اللي عايزين نفرح به تعاون نقود تدريبات سريعة عشان نفرح مع بعض من الكلام اللي احنا قلناه عايز تفرح واحد توب عن كل خطايا الفكر والجسد مما الى ذلك قدم توبة صادقة وبعدها طبعا تتناول تبقى طالع فرحان يبقى واحد توب اتنين اشكر غياب الرضا عن حياتنا ما يخلناش فرحانين براحكي لنا عن الشكر بتفصيل شوية بس تحطها ضمن حاجتك عشان تفرح لازم تشكر ربنا على انت على النقطة الحلوة في حياتك اللي ربنا اديها لك مرة واحد فيلسوف دخل يدي محاضرة محاضرة لناس عن يعني ازاي يفكروا ازاي يعملوا فدخل المحاضرة ما تكلمش ولا كلم رح مطلع ورق بيضة وراح جاي في النص حاطت نقطة سودة بقى لمس نقطة كده وقال لهم بقى للناس اللي هم بدي حاضرهم بقى ايه يا جماعة معايا قالوا معاك شايفين ايه في الورقة قالوا النقطة السودة قال لهم سايبين البيضة كله اللي في الورقة الورقة كلها بيضة وبسطين مركزين عن نقطة السودة اهو ده اللي احنا بنعمله نبص على حاجة ديقة جدا وربما نطالب بيها الله كثيرا وبنقول لك طب بص علىنا دي تهولك شوف احسناتي عليك قد ايه جايز على مني عشان حاجة دي ما لو دتهالك يمكن ما تبقاش في صلحك اتعلم تفرح من خلال الشكر والردى بما اعطاه الله لك تكون فرحان في الآخر تلت حاجة احنا قلنا اول حاجة في التدريب توب اتنين اشكر تلاتة حوط نفسك السميع حوط بقى حوط نفسك بأصدقاء مفرحين بس كناسيين او مسيحيين على اقل مفرحين يعني مفرحين يعني باستمرار مش قولوا نكت لا باستمرار يقول لك يعني افرح باللي ربنا بديهولك مفرحين كده حواليك مطمئنين ناس بيعزوا بفرح بتاع زي عشان كده كل ما تحوط نفسك بناسك عندهم كآبة لأن نفسك مروح لبنت قشر في ناس بعيدة عن ربنا لأن نفسك بنت كهان بعيدة عن ربنا لكن خلي اصدقائك ناس طبعتهم مفرح قلبهم فرحان حياتهم مفرحة حتى لو ما عندهمش حاجة كتيرة ده تالت تدريب رابع تدريب والاخير اعمل الخير قد ما تقدر اعمل الخير في حياتك قد ما تقدر جاتلك فرصة قدم خير اوعى في يوم الايام تحس ان في حد محتاج خدمة او تقدم له خير وانت تشيل ايدك عن الخير دوت ام 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 لك الكتاب يقول من يستطيع ان يعمل حسنا ده الخير ولا يعمل فتلك ايه خطير ياه توب اتنين اتنين اشكر ثلاثة حوط نفسك بأصدقاء اربعة اعمل عمل خير اتكلمنا مع بعض احبان النهاردة عن نوعين من الافراح فرح بنسميه فرح ناقص وعكس الفرح الكامل فرح مؤقت وعكس فرح ايه دائم فرح خاطئ وعكس فرح حقي وهكذا زائف وهكذا الى اخر الفرح الزائف والمؤقت افرح العالم انت مدعو للفرح في العالم افرح مش هنقولك لا ربنا ادى لك عطايا افرح بيها سواء ادى لك يعني بيت حلو اولاد حلوين افرح بيهم بس تاجر بيهم بصالح الابدية اذا ادى لك فلوس تاجر فيه الوزنات بتاعت الفلوس عشان تكسب الابدية اوعد تكتفي بالفلوس اللي عندك وبس ادى لك اولاد تتاجر فيهم عشان تدخلهم الابدية ادى لك زوجة صالحة تهندنك وراها ولو ادى لك يزوج صالح خليك وراه عشان تدخلوا مع بعض الابدية اوعد ايه لازمة المسيحية مسيحيتنا كده مسيحيتنا كده نفرح افرح العالم ونحولها الى افرح لمجد ربنا اما اربع انواع الفرح اللي احنا مدعوين لهم النهار ده الافرح المسيحية لهم بسرعة هم اربعة واحد خلاص لانتوا نمتوا ها توبة خدمة تسبيح نقولهم عشان ما تنسوا شعر ما المعروف ابونا سيسمحهم يوم الحد في القدس واحد خلاص اتنين تلاتة خدمة اربعة التسبيح والتدريبات زي ما قلناهم مع بعض ربنا يديها نعمة وياسانا ونطيبين تفرح وفرح زي افرح الادسين الحلوين تفرح وافرح الادسين مع في كنيسة نياحتهم او استشهادهم ناخد بركتهم ونتمثل بيهم من اجمل حاجات في طقس كنيستنا الجميل الكنيسة الاستدوكسية وانها تحط قدامنا حامل الايكونات وكل حامل الايكونات الادسين وكل الادسين دون الناس فرحوا الناس اللي كانوا بيقودوهم سواء كانوا الانجليين الاربع او التلاميذ لما راحوا فتحوا البلاد كلها الى اخره نبص عليهم نفرح بخدمتهم ونتمثل بايمانهم لالهنا كل مجدم في كنيستهم الان والابد امين بنكرر شكرنا لابونا الحبيب ابونا انتونيو سباقي على الرسالة الحلوة اللي فرحنا بيها النهاردة وربنا يفرحكم جميعا ويخلي ايامنا كلها سعيدة ومبلوء فرح مع الهنا ومخلصنا ربنا يسوع المسيح كل سنة وانتوا طيبين وربنا يعيد علينا الايام ده هي واحنا في ملء نعمة المسيح بكرة ان شاء الله هيبقى الأداس من سبعة لتسعة صباح انا عايز اشوف الناس اللي بتصحى بدري ويجو يصلوا معنا بقى الأداس على مسبح البابا كريلوس وفي صورة اخرى للبابا كريلوس هنوزحها للي هيجو الأداس النهاردة في حنوط اللي عايز حنوط هيخدها من أبونا أنتونيوس وفي صورة أبونا أنتونيوس ذكري وفي صورة للبابا كريلوس ثانية للولاد سوائرين عشان توزع عليكم مش كلكم خدتم من التوزع طيب وبعد البركة الأخيرة أرجو ان احنا نتفضل في الهول عشان ناكل لقمة مع بعض أغابي زي متعودنا في ليالي عياد مارمينة والبابا كريلوس في كل سام تفضلوا نصلي أمين الليلويا زوك سابت زي إيوغي زي جانيكعي زي توزع عليكم زي أبونا المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة